ساعد لأوقاتكم أحلى متابعين رح نعمل اليوم بيتزا ورح نبدأ أول شي بتحضير العجينة العجينة بتحتاج 5 كاسات طحين أول ملحلة منحط كاستين وبعدين 3 كاسات عندي هون 3 معالقة حليب بودرة 4 كاسة زيت نباتي كاستين مي دافية معلقتين سكر ومعلقتين خميرة ومع الأصغيرة ملح ويلا نبدأ بالطريقة رح حط كاستين المي ويضيف معهم معلقتين السكر ومعلقتين خميرة ويضيف كاستين الطحين كمرحلة أولية ويضيف كاستين الطحين هلا بقلبهم بالعجينة كلهم مع بعض ويتركها ترتاح 10 دقائق وهيك بعد 10 دقائق هلا عندي هون 3 كاسات الطحين ويضيف معهم معلقة الملح الصغيرة ويضيفهم فرن ويضيف الحليب والزيت وهيك صارت العجينة جاهزة هلا بحط شوية زيت بقلب الزبتية وبتهن شوية وشها بالزيت ويضيف وتركها تتخمر ورح نبدأ بتحضير صوصة البيت الصوصة بتحتاج 3 حبات توم بصل صغيرة حبة فليفلي و 6 حبات فندورة نصف مع الأصغيرة أوريغانو و حبة ماجي و معلقتين مرلوب بالبندورة أول شي رح قطع الفليفلي وهيك بعد ما قطعت الخضرة قطعت البندورة والفليفلي والبصل ناغي و كمان التوم ناغي وهلا بنا نتبخها على النار بحط معها شوية زيت نباتي وبضيف البصل فوراً الزيت ما تخليه يحمر بدا قطعت البصلة و ضيفهم الثون بعد ما قطعت البصلة ضيف فوقهم الثون الثون ثلاث حبات فصلة و ضيف فوقهم الفليفلي و ضيف البندورة ضيف مارتم و ضيف رشت فلكل صغيرة حبات عقبة الناهي و حبات أقل و الأوريغان ضيرها عن للم له لتقريب على ن ót wrapped فعالة 3 ساعة وهيك صرصة البيتزا صارت جاهزة بس أنا طحنتها بالخلاط وصعدناها عندي هذا الشكل هون هلأ هيك عندي فطر ودره وفلفلة خضرة وجبني أشقوان وأوريغانو وهيك العجين بعد مرتاح مدة ساعتين وهلأ ببلش اشتغل فيه أول الشيء ورشة خفيفة على الطاولة حين بفرر العجين بحاول انها تكون بنفس المستوى وهيك بعض ما رقيت العجينة هلأ الصينية برشة عليها رشة خفيفة من الطحين أو فيكم تدهنوها بشوية زيت نباتي هلأ هلك تدهنها بصوص البيتزا هلأ أضيف عليها جبني الأشقوان هلأ أضيف الفطر هلأ أضيف معها قطع الفلفل الخضرة أضيف معها در السفرة وبضيف عليها رشة خفيفة من الأوريغان وهيك الثانية صارت عنا جاهزة هلأ بشغل الفرن على حرارة 180 أول شيء شويها من تحت بعدين بشغل الشوائي وهي النتيجة النهائية للبيتزا أتمنى أنكم تجربوها وتعطوني رأيكم لا تنسوني من اللايك ويعطيكم العافية شكرا شكرا شكرا